وقعت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية اتفاقية تعاون مع مستشفى الكويت بالشارقة وذلك بهدف توفير الخدمة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة من مواطنين ومقيمين وتبادل الخبرات والدراسات والبحوث والتجارب بين الجانبين فيما وقع الاتفاقية مونة عبد الكريم اليافعي مديرة المدينة والأستاذ عبد الرزاق أميري مدير المستشفى كما تهدف الاتفاقية لتنظيم فعاليات مشتركة توعوية وإرشادية تستهدف تطوير مهارة ذوي الإعاقة والتعامل مع مختلف الإعاقات إلى جانب نشر لغة الإشارة وتقديم الاستشارات